اكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة ان الطراد وطيرة الثقة الاستثمارية في السوق العقاري المحلية يرجع الى ما اتخذته الحكومة الموقرة من اجراءات لتحصين هذا القطاع الذي يتمتع بسمعة عالية ويحقق نتائج ايجابية على الناتج المحلي الاجمالية واكد معاليه لدى تفضله صباح اليوم برعاية معرض البحرين الدولي للعقارات بايبيكس 2015 في نسخته الثامنة ان قطاع التطوير العقاري يشهد فترة يمكن وصفها بالذهبية بفضل الرؤية الحكومية والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص واشار معاليه لان تعزيز الذراع القانوني قد استلزم اصدار قانون في شأن التطوير العقاري الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من فبراير المنصر والذي جاء ليضع ضوابط صارمة على عمليات البيع على الخريطة وذلك تفاديا لتكرار حالات ما بات يعرف بمشاريع التطوير العقاري المتعثرة كما اشار معاليه لان الجهود الحكومية مجتمعة وبفضل التعاون القائم مع السلطة القضائية ساهمت على تطمين جميع المستثمرين والمشترين من ان حقوقهم محفوظة ومصانة في دولة المؤسسات والقانون ويحق لنا ان نشعر بالفخر والسعادة ونحن نرى ان مشاريع التطوير العقاري التي تم تصنيفها كحالات متعثرة وهي في طريقها اما الى الحل او تم بالفعل انهاء حالة التعثر بها مشيرا معاليه في هذا الصدد الى ان اللجنة الوزارية تتابع في الوقت الحالي مشروعين عقاريين متعثرين وهما فيلمار الذي يقع في مرفأ البحرين المالي ولاندمارك سيتي فيو الذي يقع على مقربة من ضاحية السيف واعلن معاليه ان التوجه لا يزال قائما بشان اصدار قانون لتنظيم قطاع التطوير العقاري في مجملة مع مراعاة دمج قانون التطوير العقاري المعمول به حاليا منذ ثمانية شهور في القانون الشامل الذي يتطلع الجميع الى اصداره كما اشهد معاليه بالتطور الهائل والمتسارع على صعيد الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص وما اثمرت عنهم النتائجة هي محل تقدير واشادة تهدف في محصلتها الاخيرة الى تسريع وطيرة العمل في المشاريع الاسكانية وبالتالي تخفيف الضغط على قوائم انتظار الحصول على خدمة اسكانية حتى يتمتع جميع المواطنين المستحقين لها بالسكن الكريم الذي التزمت الحكومة في برنامج عملها بتوفيره بما يلبي الطلب المتزايد واضاف معاليه انه من المقرر خلال شهرين ان تنتقل مبادرة السكن الاجتماعي القائمة بين وزارة الاسكان وعدد من شركات التطوير العقاري والمصارف المحلية الى مرحلتها الثانية والمتمثلة في تمويل تملك الشقق وهي خطوة ستعد اضافة الى هذه المبادرة الرائدة في قطاع الخدمات الاسكانية للحكومية وقد تفضل معاليه بقص الشريط ذانا بافتتاح معرض البحرين الدولي للعقارات باي بيكس 2015 وتجول في ارويقته واطلع على شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض والبالغ عددها 45 شركة واستمع معاليه لا شرح من العارضين ومثلي الشركات حول المشاريع التي تنفذها في مختلف ارجاء المملكة اولا ودعا اشكر جمعية المهندسين والشركات الداعمة لهذا المعرض سرني في الواقع عودة هذا المعرض بهذه الصورة اليوم وما شاهدته اليوم في الواقع يثرج الصدر مشاريع كثيرة والحمد لله واقبال كثير على هذه المشاريع لا شك ان هذا لم يأتي الا بعد ان قامت الحكومة الموقرة بدعم الثقة في هذه المشاريع والمشاريع العقارية ككل القوانين التي صدرت في الفترة الاخيرة اكدت حق المستثمر وحق المطور في هذا الشأن ونظمت هذا الموضوع والحمد لله الان نحن تخلصنا من المشاريع المتعثرة معظمها تخلصنا منه ان شاء الله سوف تكون مشاريع القادمة كلها مشاريع ناجحة ستكون في فائدة المستثمر والمطور باذن الله اليوم اللي شفته مشاريع كثيرة جدا والاقبال عليه ان شاء الله سوف يكون كبير جدا هو موضوعين في الواقع موضوع الاول هو موضوع الشراكة من القطاع والخاص من حيث السكن الاجتماعي وهذا حظى باقبال كبير في هذا وكثير من المستفيدين استفادوا من هذا المشروع ما ننظر اليه اليوم وندرسه هو تطوير السكن الاجتماعي من السكن الى الشقق وان شاء الله خلال شهرين بداية العام القادم سوف يطرح هذا المشروع من خلال وزارة الاسكان وسوف يكون اضافة جديدة بالنسبة الى المشاريع الاسكانية واستفادة المواطنين من هذه المشاريع اضافة الشقق سيحقق طفرة نوعية وسرعة في توفيره ايضا نحن ندرس الان موضوع رخص البناء وتطوير رخص البناء واعطاء ان شاء الله مدد معينة لانجاز هذه المشاريع في فترة قصيرة لكي يستطيع المستثمرين ان يستثمروا اموالهم في هذا الشأن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة